السلام عليكم ورحمة الله نواصل مع الجزء الثاني من الدرس الذي شرعنا فيه سابقا المتعلق بتحليل مقال فلسفي حول نسبية ومطلقية القيمة الخلقية وقد توقفنا عند نهاية الأطروحة وكان سؤالنا وقتئذ ما هو الطرح الذي يتعين علينا مناقشته وبتعبير آخر ما فحوة نقيض الأطروحة نعم نقيض الأطروحة هو الأخلاق من الطبيعة النسبية فلا وجود للقيمة الأخلاقية في ذاتها وليست مستقلة عن السلوك الذي يتصف بها فوجود القيمة الأخلاقية هنا يحدده وجود الإنسان الذي يبدعها لكن ما هي الحجة التي يمكن أن نستدل بها هنا أستاذ الحجة القيم عموما والأخلاقية خصوصا نسبية لكونها تابعة للإنسان ومرتبطة بحاجاته ورغباته وأفكاره نعم الحجة كما ذكرت أن القيم عموما والأخلاقية خصوصا نسبية لكونها تابعة للإنسان ومرتبطة بحاجاته ورغباته وأفكاره ووجودها متوقف على وجوده وهي لا وجود لها خارج هذا العالم الذاتي وهذا ما قال به الصفطأيون قديما قديما السؤال ما كان شعار الصفطأيين في القديم؟ الإنسان مقياس كل شيء فعلا هذا ما قال به قديما الصفطأيون الإنسان مقياس كل شيء وعلى هذا الأساس نصح الإنسان بالاهتمام بما يقع في نطاق إنسانيته وأن يعتمد على ذاته فيما يصدر من أحكام لأنه مستقل عن كل الأسباب الخارجية يقولون فما يظهر لك أنه خير فهو خير وما يظهر أنه شر فهو شر أو عدل فهو عدل أو ظلما فهو ظلم السؤال الآن ما هو الطرح أو ما هي الفلسفة التي تتبنى هذا الطرح أيضا هي الفلسفة الوجودية مع سارتر فعلا إذن إن الفلسفة الوجودية مع زعيمها جون بول سارتر الذي يقول ليس لي ولا أستطيع أن ألجأ إلى أي قيمة ضد هذه الواقعة وهي أنني أنا الذي أؤمن الوجود للقيم وأنا وحدي أقرر دون تبرير أو اعتذار فسارتر يوضح أنه لا وجود للقيمة الخلقية إلا بوجود الإنسان وليس لها في ذاتها كيان مستقل عن ذاته فالأشياء والأفعال لا تحمل في ذاتها قيما بل الإنسان هو الذي يمنحها إياها وهو الذي يصنع قيمه بنفسه ما دامت الحرية هي نسيج وجوده السؤالنا الآن بعد أن تعرضنا إلى السرستائيين وإلى الفلسفة الوجودية مع سارتر ما هي النزعة أو الفلسفة التي تبنت الطرح ذاته أيضا أستاذ نعم الفلسفة الوضعية في علم الاجتماع مع الدوركايم أحسنت إذن من القائلين بنسبة القيمة الخلقية أصحاب النزعة الوضعية الاجتماعية دوركايم وليفبريل وأوغست كونت فهؤلاء يرفضون التسليم بوجود قواعد كلية وثابتة ومطلقة أي يسير بمقتضاها السلوك البشري تصلح للناس جميعا فالخير حسبهم ما تعرف عليه الناس في زمن ومكان معينين بحجة تعدد صور الحياة وتعدد البيئات واختلاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لذلك يقول دوركايم إن التجانس الخلقي العام المطلق أمر مستحيل تمام الاستحالة وذلك لأن الأفراد يختلفون فيما بينهم باعتبار البيئة الطبيعية التي يوجد فيها كل واحد منهم وباعتبار العوامل الوراثية والمؤثرات الاجتماعية التي يخضع لها كل واحد منهم وهو أي دوركايم يقول رافضا أو يرفض فكرة الخير المطلق في الواقع إذ يقول ليس هناك خير مطلق لا شائبة فيه المرحلة طبعا التي نحن بصددها الآن هي مرحلة النقد فإلى أي مدى وفق هؤلاء القائلون بنسبية القيمة الخلقية فيما ذهبوا إليه الواقع أن ربط القيمة الخلقية بالإنسان وتعليل وجودها بميوله ورغباته واختياراته يفقدها خصائصها الروحية ويجعلها حبيسة العالم الحسي الذي يتميز بالاضطراب والتناقض وهذا يتنافى مع الروح الأخلاقية السامية ويتعارض مع كل تنظيم أخلاقي يطمح إلى تحقيق الكمال الإنساني ثم إن المسلمة التي انطلق منها أنصار الأخلاق النسبية لا أساس لها من الصحة فعلا كيف يكون الإنسان صانعا للقيمة الخلقية ومحترما لها في نفس الوقت فأين مصدر الإزام الذي يؤدي إلى احترامها نعم سؤالك وجيه إذ كيف يكون الإنسان هنا صانعا للقيمة الخلقية ومحترما لها في نفس الوقت يعني الإنسان نسبي كائن نسب كما نعلم فكيف نتوقع منه صدور المطلق لأن القيمة الخلقية بطبيعتها مطلقة فأين مصدر الإلزام الذي يؤدي إلى احترامها في حين أن الإنسان هو مصدرها ثم إن القول بنسبية القيم الخلقية والاعتماد على المعايير الذاتية من شأنه أن يزعزع القيم في ذاتها بل هو هدم للأخلاق نفسها بل هو هدم للأخلاق نفسها طبعا هذا يدعونا إلى أن تتزعزع ثقتنا في الطرح النقيض القائل بنسبية القيمة الخلقية طيب لنأخذ مثلا السرقة والقتل هل هناك مجتمع يبيحهما هل من مجيب قلت لنأخذ مثلا السرقة والقتل يعني هذه القيم السلبية هل نجد في الأرض مجتمعا يبيحهما الجواب لا شك لا لأنه لو أباحهما لنهار الاقتصاد ولا سر الرعب في المجتمع وفي المقابل سؤال هل نجد مجتمعا يرفض هاتين القيمتين الأخلاقيتين الصدق والأمانة مثلا لا شك عن الإجابة لا الآن نتساءل عندئذ ماذا نستنتج من خلال هذه الأمثلة والإجابة نستنتج أن القيمة الأخلاقية ثابتة ولكن الاختلاف يكمن في كيفية تطبيقها من مجتمع لآخر أي في الوسيلة المؤدية إلى ذلك لو أخذنا مثلا وأد البنات وأد البنات كقيمة أخلاقية وفضيلة في وقتها صارت بعد مجيء الإسلام قيمة لا أخلاقية منبوذة وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت لكن هذا لا يعني بحال من الأحوال تبدل القيمة الأخلاقية فالقيمة الخلقية قائمة يعني أن المجتمع الجاهلي كان يتخذ وسيلة للتربية هي وسيلة لا أخلاقية يعني كما ينبغي أن نحرص على القيم النبيلة كغايات يتعين أن تكون الوسائل أيضا نبيلة فلما جاء الإسلام استبدل وأدى البنات بالتربية الحسنة من له بنتاني فأحسن تأديبهما وتربيتهما وتربيتهما كانت له حجابا من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام والخطوة التي نمضي إليها بعد هذا النقد الذي يعد كما نعلم تمهيدا دائما للدخول في الخطوة القادمة إنها خطوة يتآلف فيها الموقفان ويتعانق فيها المتخاصمان بعد جلسة بعد جلسة صلح مثلا إنها خطوة التركيب في مقال ذي الطبيعة الجدلية والتركيب نقول فيه النتيجة من كل ما سبق أن القيمة الخلقية تجمع بين المطلقية في المبدأ والنسبية في التطبيق إذ القول بذاتية القيمة الخلقية هو نفي لكيانها المستقل وإثبات لأثر الإنسان في وجودها كما أن القولة بأنها مطلقة هو نفي لأثر الإنسان فيها وإثبات لوجودها المستقل نمضي الآن إلى آخر محطة من محطات المقال ألا وهي الخاتمة أو حل المشكلة سؤال هل من نتيجة من حوصلة نكون قد توصلنا إليها من خلال هذا التحليل لهذا المقال نعم الخلاصة التي نصل إليها من خلال هذا التحليل نجد أن الأخلاق مطلقة في مبادئها ونسبية عند منامستها الواقع أحسنت إذن نخلص من خلال مقالنا هذا إلى أن الأخلاق مطلقة في مبادئها ونسبية عند ملامسة الواقع وتكون عندئذ مهمة الضمير الوصل هنا بين ما هو مثالي وما هو واقعي بين المطلق والنسب بحيث يتحقق للفعل الخلقي الثبات من جهة الذي يميز كل قانون عام والتنوع الذي يلائم ظروف الحياة ويشعر الإنسان بذاتيته وبحريته في التصرف إذن أعزاءنا الطلبة إلى هنا ننتهي من هذا الدرس اليوم لقاؤنا بكم يتجدد في درس قادم بحول الله إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر